شايف بأسها كلنا تشوف هم سيوكم مع ستمية النبي عليه الصوت اللهم صلى الله عليه وسلم قال فيها شاعرها وهو شاعر الحاصل على جائزة شاعر الرسول عبدالله العنزي أبواصيل هو مقدم البرنامج والله نسيت اسمه هنا على قناة ماسا فكان يقول آتيك يا أفقا من الأحلام خلفي أمة منها الحنين تفجر جئنا يتاما في العيون محاجر بك أشرقت لك أقسمت أن تبصرا جئنا يتاما يا أعزم يتمن ألقى السلام على اليتيم فكبرا نبكي ولكن ليس حزنا سيدي لكنه شوق أباء يقهرا متعطشون لحوضك العذب الذي لو شربة تكفي لكي نتطهرا عذر القصيدة أن حرفا حائرا قد فر منها صوب مجدك أبحرا فلك السلام وللورابك جنة فيها ومنها يحمد القوم السراء سهدان مراء مثل ومض وانتهى حلم وذابت نجمة فوق الذراء وصلى الله وسلم عليه اللهم صل على محمد لا زين فيه فيه نبطي وفيه فصيح كلهم يكملون جميع ذواءك السؤال للشعرة هل من يجيد الفصيح يجيد العامي ما هو بشرط ما هو بشرط شف يجيد كوزن لكن كنحوية طيب وكقافية قافية يجيبها عادي هو شف أنا أذكر كلام الشاعر الله يمسيه بالخير عبد الله العنزي كان يقول ترى ما ودي أقوله خلاص أحد الناس لا إله إلا الله نمسي عليه بالخير فأقول لك كان يقول لا إله إلا الله أنه اللي يجيد الفصيح ويكون مبدع فيه يتقن النبطي لأن النبطي يعني وله قصور في النبطي لكنه من بعده دابكم جبت طار الفصيح والنبطي بجيب لكم أنا نبطي بس دقيقي قبل النبطي سم فيه قبل نهاية الحلقة إن شاء الله فيه نتائج جميع المتسابقين سأطلع على الشاشة تكفى أنا تشوفتين؟ يالله يالله دعنا نشوفها يالله أنا ما عارفنا نصر أصدر يالله يالله أحسن حبيبي فكروا تابوا نشوفه أو لا أين هي أكيد أكيد أنا لا أريد أن أرى دعنا نشوفه